تدخل جديد للمنظمة الدولية للهجرة في محافظة حضرمو لكن هذه المرة من خلال تمويل مشروع النقد مقابل العمل في مجال التحسين وضع النظافة في مديريتي المكلة وتريم طبعا مشروع النقد مقابل العمل هو مشروع مقدم من منظمة الهجرة الدولية المشروع في محافظة حضرمو تستهدف مديريتان اللي هي مديرية المكلة بـ 200 مستفيد ومديرية تريم بـ 150 مستفيد إن شاء الله أنا أتوقع أن سيكون له إنعكاسة إيجابية على المستوى النظافة في مدينة المكلة وسيعيد الرونك الذي افتقنته مدينة المكلة في السابق إلى سابق عهدها المشروع وإن كان في ظاهره دعم لجهود السلطات المحلية في معالجة الأثر البيئي وتحسين مستويات النظافة في المناطق المستهدفة إلا أنه وفي باطن الأمر يهدف وبصورة غير مباشرة لمد يد العون ومساعدة 350 من الأسر النزحة التي فرت من ويلات الحرب التي تعيشها بعض المحافظات عبر توفير فرص عمل لها مشروع النقد مجابل العمل الذي تموله من نظمة دولية الهجرة يهدف بشكل أساسي وإنساني إلى مديد العون والمساعدة إلى الأسر النازحة والتي فقدت كل مصادر دخلها جراء الحرب التي تعيشها بعض المحافظات في البلاد وكذلك للأسر لشد فجراً في المحافظة ويخصص القائمون على المشروع ما نسبته الأربعين في المئة من تلك الوظائف للنساء النازحات وفق معايير تمكنهن من ممارسة حقهن في الحياة على الرغم من أن هذا المشروع يستمر فقط لأربعة أشهر إلا أنه يسهم بتعزيز صمود الأسر النازحة المستفيدة من هذا العمل في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها محمد يزدي لقناة بلقيس المكلة المكلة